كونه مرأنا على العمل الكبير نزار قباني استاذ باسل حضرتك يعني ما كتير دخلت بأعمال البيئة ولكن بنزار قباني كنت عم تورجي البيئة الدمشقية الصحيحة يعني كتير في أشخاص كانت عم بتقول وخصوصي اللي بيتعرضوا لأعمال البيئة الشامية بيقولولك استاذ باسل الخطيب أدم المجتمع الدمشقي بتاريخ معين وكان تأديمه صح وأنه كل ما نراه اليوم عن طريق المسلسلات اللي عم تتقدم بيئة شامية هو عبارة عن فنتازيا ما لا كانت موجودة شو رأيك بهذا الموضوع تحديدا بيوم من الأيام كان من الممكن أنك تعمل مسلسل بيئة شامية هيك لحاله من تل الفنتازيا اللي ممكن نشوفها بمجموعة الأعمال اللي كانت مشهورة مؤخرا ولا بتحب تقدم البيئة على الطريقة اللي حضرتك قدمت فيها بنزار قباني يعني أنا مالي بموقع أنه أعمل أي أحكام على مسلسلات طلعت وهي المسلسلات بالأخير في إلى جمهورة سواء اختلفنا يعني بتقييمة أنه هي إيجابية وغير إيجابية بس لما بتععد مع ناس مؤرخين وعاشوا الأيام السورية وعاشوا القرن الماضي وعاشوا البيئة الشامية أول شيء بتسمعوا منهم والكل بيجمعوا على هذا الشيء أنه ما نراه في غالبية هذه المسلسلات مو كلها في غالبيتها لا يمتل البيئة ولا يمتل المجتمع الدمشقي بصلة هلأ بنزار قباني حاولنا نقدم صورة مختلفة اللي هي الصورة الأقرب للحقيقة وبعدين بمسلسل حدثة في دمشق وبمسلسل حرائر أيضا قاربنا هذه البيئة من وجهة نظر كتير أمينة تمام وصادقة ولهيك الناس حبوا هاي الأعمال وتابعوها يعني نحن عم نحكي عن دمشق بالعشرينات وبالتلاتينات وبالأربعينيات كانت الثقافة والفن والموضة دور السينما دور المسرح كل شيء كانت بيئة يعني منفتحة تماما